أهلا بكم من جديد إذن تظهر مجددا فكرة اعتماد جواز سفر لقاحي تطالب به الأوساط الاقتصادية وينتقده البعض على أنه انتهاك للحريات في حين يعتبر علماء كثر أنه سابق لأوانه نظرا إلى المعلومات المتوفرة حتى الآن بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أسئلة جدالية تطرحها جوازات السفر المناعية فاللقاحات المتاحة في العالم ما تزال محدودة جواز سفر مناعي اقتراح يعلو صوته ويلقى رواجا في بعض الدول قد يوفر خروجا آمنا من الأزمة ويستأنف النشاط الاقتصادي المنهك إلا أن الجدل بشأنه يتزايد بين مؤيد ومعارض مؤيد الجواز وهم كثر في قطاعي السياحة والترفيه يرونه تذكرة ذهبية للعودة إلى الحياة ما قبل كورونا شارلي مدير شركة برطانية لن يوظف أي شخص دون جواز مناعي في الوقت الحالي الناس يزحفون عبر الثلج لحصول على لقاح لماذا نعقد الأمر؟ هناك خيار واحد للتغلب على هذا الوضع الدنمارك والسويد كانت أول من أقر شهادة الرقمية أما فرنسا وألمانيا فتتريثان في دراسة مشروع يقيد حركة الأشخاص الرافدين للقاح في الوقت الذي ترى فيه بريطانيا أن هذه الخطوة ستكون تمييزية وأن الحكومة ليس لديها خطط لاعتمادها إذا كانت هناك مجموعة من الناس يعانون من حالات طبية معينة قد تحرمهم من اللقاح أو أنهم معارضون له لسبب ما قد يشعرون أنه من غير العدل قانونيا أن يحرموا من العودة إلى المجتمع منظمات حقوق الإنسانية الأخرى تقف بالمرصاد لجوازات صفر اللقاحات إذ تراها تمييزا واضحا بين الأفراد حيثما يوجد تفاوت صحي ستعزز جوازات سفر اللقاحات هذا التفاوت هذا الوباء علمنا أن مجتمعنا غير متساوي ومنقسم تماما وأخر شيء يجب أن لا تفعله الحكومات هو اتباع استراتيجيات تزيد عدم المساواة سوءا جوازات سفر اللقاحات قد تسمح لحامليها الدخول إلى المطاعم وملاعب كرة القدم والسفر إلا أن الجدل بشأنها كبير بما في ذلك شكلها الرقمي أو الورقي وفي أي مرحلة من عمليات التلقيح بجرعتها ينبغي إصدارها وهل ستعتمد عالميا خصوصا في ذل افتقار معلومات دقيقة عن مدة المناعة التي توفرها هذه اللقاحات وإن كانت كافية لتجنب نقل العدوى إلى الآخرين وهل الجوازات تعد فعلا امتيازات أو تمييزا في وقت لا تتوفر فيه اللقاحات لكل دول العالم وينضم إلينا من باريس الدكتور كميل الساري أستاذ الاقتصاد في جامعة السربون أهلا بك دكتور كميل معنا إذن بداية ربما لو تحدثنا اقتصاديا فهذه الجوازات جوازات السفر المناعية ستكون مجدية بعض الشيء بالنسبة للاقتصاد في كل أنحاء العالم لكن أليس هناك تناقض من أن فكرة اللقاح كانت منذ البداية خيارية وليست إجبارية وفي الوقت نفسه أن تفرض جوازات سفر على من يرغب بالتجول حول العالم طبعا وأن يشترط أن يكون قد تلقى اللقاح نعم أنا لا أعرف لماذا هناك سكيزوفرينيا يعني بدأت تعم في أوروبا وولايات المتحدة وحتى دول العالم لما سافرت لأول مرة إلى بلدان جنوب الصحراء في إفريقيا وتحديدا في إفريقيا الغربية كنت مجبرا للدهاب بجواز أو شهادة أو يمكن أنه هو جواز تنقيحي أي أنه آنذاك في 1997 أي مسافر كان يودئ الذهاب إلى إفريقيا كان عليه أن يكون عنده هذا الجواز وإذا لم يكن عنده فيذهب إلى مكتب خاص في المطار للتلقيح أي أن هذا شيء يعني نعم تتحدث طبعا عن لقاح مختلف لا يمكن أن نتكل نعم 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 عفوا أنا ذاك يعني لم يكن هناك بل هناك أمراض يعني أو بئة في إفريقيا فأنا بالنسبة إليه فهو نفسه شيء يعني يجب أن نعلم أننا كلنا يعني كيفما كان يعني مصدر الدخل وكيفما كان مستوى العيش فإننا كلنا في طابور ننتظر أن تأتي دورنا للتلقيح يعني أن من المفروض أن كل الإنسانية ستتلقى لقاح ولكن هناك بعض الدول التي تقدمت كالولاية المتحدة وتتبعها بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى آخره وحتى في دول الاتحاد الأوروبي هناك الأولوية للمسنين للأمراض نعم بكل تأكيد أن الكل سيتم تلقيحه ولكن لماذا لماذا يعني لماذا لا نعطي لمن تلقح وسيلة للدهاب إلى بلد آخر نعم دكتور بكل تأكيد يعني كلامك لأخرين أن هذا ينقذ الاقتصاد نعم كلامك صحيح ومنطقي بكل تأكيد لكن اللقاح الذي تلقيته قبل سنوات يعني ربما متوفر لمعظم أو لأغلبية سكان العالم اليوم نتحدث عن لقاح كورونا غير المتوفر في الكثير من البلدان يعني اليوم هو موجود في بلدان محدودة فقط يعني يبدو هذا القرار قرار إصدار جواز سفر قد يبدو غير عادل أيضا بالنسبة لكثير من المواطنين الذين لم يستطيعوا تلقي اللقاح وليس لا يرغبون صحيح أن هناك تيارات تقول هذا هضر للحرية العامة هذا مشكل بالنسبة لمن عنده اللقاح ولمن لم يحصل على هذا اللقاح كل هذا أنا أقول أن لما يكون هناك شخص يعني تلقى هذا اللقاح فهو محظوظ أنا سخصيا تلقيت اللقاح يعني فيزر بيون تيك وعديد من الأصدقاء كانوا ويهنئونني وكأنني حصلت على شهادة الدكتوراه فبطبيعة الحال أشخاص أخرى سيأتي دورهم ولكن أقول المشكل الحقيقي ليس هذا الجواز هذا الجواز ربما سيخفف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تمسكل ما هو الاختيار أنا شخصيا أختار أن يكونت تكون هناك وظائف أن تفتح البطائم والمقائي ووسائل الترفيه والأصفار لأن شركة الطيران فقدت 380 مليار دولار منذ بداية الجائحة أي في سنة 2020 وهناك إفلاس لعديد من الشركات في السياحة وهناك بلدان تتضرر بشكل كبير وحتى في دول كفرنسا يعني هناك أناس يقدمون على الانتحار وهناك فقر وتسعيد في الحاجيات من الأفضل أن يكون أناس يذهبون إلى هذه المقاهي ولا أسميهم محدودين أنا أشكرهم للذهاب لذلك لأنهم سيساعدون الاقتصاد نعم دكتور ولا أتكلم كخبير أتكلم كواطن كما قلت حضرتك هذا اللقاح اليوم ربما أهم من شهادة دكتوراه وأهم حتى من جواز سفر كان يحلم به الكثيرون اليوم جواز سفر متعلق باللقاح هو حلم للجميع لكن ألن يفتح هذا أيضا الباب أمام الكثير من الفساد والخدع والرشاوة وخاصة في بلدان يعني يعتاش فيها تعتاش فيها شريحة كبيرة من الناس على مسألة التزوير نعم هناك يعني بطبيعة الحال أنا يمكن أن أن أعطي يعني تسريح واقعي أنا في فرنسا ربما بستثناء بعض الحالات هناك يعني الرئيس السابق ساركوزي الذي عنده 62 سنة ولكن لا لا أحد يعلم وضعيته الصحية أنا عندي 64 سنة لست بالشيخ ولكن بمشكل بدانا وكذلك عندي أطفال صغار إلى آخره كانت عندي يعني أولوية أما في بلدان وهذا صحيح في بلدان فيها الرشوة والمحسوبية ولكن ما ألاحظ أن مثلا المغرب فرض عقوبات صارمة على كل من يتعامل باللقاحات وكذلك والقارورات وأنه يجب إرجاع القارورات الفارغة إلى السلطات إلى آخره هناك ولا يمكن أن نتفاد هذه المشاكل يجب أن نكون واقعيين ولكن يجب أن نذهب إلى الأساس إلى ما هو جوهري ما هو جوهري وهو أن من يقول أن بعض المعلومات الشخصية ستكون يعني متداولة وحريات نحن في عالم لم لا تتبع فيه أي يعني سرية في المعلومات الكل يعني السيدة ميركل كان يستمع إليها يعني بعض المخابرات الأمريكية وهذا معروف والسيد ساركوزي أنه الآن يعني بهذه المساكل وهذه الشبكات ولا توجد أي حرية إلى أي شخص نعم دكتور كميل الساري أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لمشاركتك مشاهدينا للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابعونا في شبابيك عند الرابع بتوقيت جرينيتشو الآن شكرا